بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلابي الأعزاء أرحب بكم جميعا في شرح مساق الإجهاد والصدمة وسنتناول في هذه المحاضرة العنوين التالية سأقوم بشرحها لكم الأنوان الأول intergenerational secondary wounding والعنوان هذا هيتناول اللي هو مريض الصدمة نفسه لما بيكون بهذا الشكل وعنده هذه الأعراض وعامل تجنب ومش متفاعل في أسرته إيش أثره على اللهم الأطفال والأبناء والزوجة والمواضيع هذه النقطة الثانية اللي هنقشها في هذه المحاضرة وأنا نوضحها اللي هو sexual dissatisfaction اللي هي يعني عند العملية الجنسية كيف هما هيقوموا هل هيشعر بالإشباع ويشعر بالرضا عن العملية مع زوجته نقطة الثالثة will time heal the wounds يعني هل مع مرور الزمن بالنسبة لمريض ptsd ستنتهي مشاكله للزمن كفيل بعلاج ما لديه من أعراض وسيتحسن أم سيبقى مع مدى الحياة حتى مماته يعاني من أعراض ما بعد الصدمة النقطة الأخيرة اللي هنتكلم فيها في هذه المحاضرة principles of healing والrecovery يعني بعض المبادئ هناخدها اللي هي بتساعد في عملية الشفاء وفي عملية تحسين أوضاعه والتخلص من الأعراض symptoms اللي هي ما بعد الصدمة واللي هي منغصى عليه حياته intergenerational secondary wounding بمعنى مريض البيت اس دي عرفنا إش معه وإش الأعراض وضحنا لكم إياها في محاضرات سابقة طب هل تنتقل هذه الأعراض إلى الأجيال اللاهقة يعني والناس اللي عايشين حواليه أولاده مثلا زوجته إخوته هل يتأثروا هذا اللي هنشوفه مع بعض PTSD patient victims can infect their families يعني هنا بحكي إنه فعلا ممكن إنه مريض البيت اس دي ينقل إلى أشياء اللي بيشعر بها من اكتئاب وعزلة وعدم انخراط في المجتمع والأعراض اللي حكينا عنها كلها في محاضرات سابقة ممكن إنه ينقلها إلى الأجيال القادمة أبناءه وبناته وكأنها إيش كأنها التهاب أو كأنها تنتقل عدوى وكأنها عدوى ناخد مثل هنا for example children of vietnamian vets عملوا دراسة على أطفال المحاربين والجنود اللي خاضوا حرب vietnam إيش وجدوا عندهم Children of vets can feel neglected by emotionally absent fathers who transmit the expectation of silence لما عملوا دراسة على أبناء الفتناميين اللي هما الفتناميين إحنا وضحنا لكم في محاضرة سابقة إنه هما تجون الفتناميين إن عملت عليهم دراسات ووجدوا إنهم اتعرضوا أكثرهم لالبيتي اس دي أو الضراب مع بعض الصدمة بسبب الحرب وحكينا لكم إنه كيف كون ماشي مع زميله بينفجر لهم فجأة بوي بيوجد زميله أشلاء مباثرة أو هو ممكن يتضرر يتم خطأ إيده رجله يتصاوب فهذا أدى لإيش كله يعني كان عدد كبير منهم يعاني من البيتي اس دي طيب نرجع هنا في المثل إنه لما عملوا دراسة على أبناءهم وجدوا إنه فعلا انتقل إلهم المشاعر وانتقل إلهم الاكتئاب وحاجة صورة شبيهة بالاضطراب إلا لدى الجندي إلا كان في الحرب انتقرت هذه الأعراض إلهم فوجدوا الأطفال تعون جنود فيتنام اللي شاركوا في حرب فيتنام إنه شاعرين إنه بالإهمال من طرف آبائهم يعني الأب ومهمل أولاده ومتعايش معهم وكأنه مش موجود يعني عايش هنا في كأنه في صمت مطبق منعزل عنهم وهذا درسنا أعراض اللي هي البيتي اس دي كيف إنه بيكون المريض بفضل العزلة بفضل إنه دائما مشغول في أفكار اللي مسيطرة عليه اللي هي بيسترجع الحدث فكأنه مش عايش مش متابع أولاده مش متابع إذا بروح على المدارس إذا كان محتاجاتهم لوازمهم فهم بشعروا بهذا الحرمان وبهذا الإهمال من طرف والدهم المثال الآخر اللي وجدوه في الدراسات هو إيش Children of Holocaust survivors might also pierce scars of their parents wounds Though their parents they might learn to fear separation, avoid intimacy or overachieve هنا ضارب مثل آخر على اللي هم أطفال الناجين من كارثة المحرقة والإبادة الكاملة وهنا بلمح إلى إيش المحرقة اللي هي عملوها الألمان ضد اليهود إنه كانوا يجمعوا اليهود ويحطوهم على ما بيدعوا فيه أفران ويحرقوهم ويقتلوهم فطبعا ما أبدهم مش كلهم وبدليل هذه الاحتلال موجودة إننا الاحتلال الصهيوني فإلا نجوا من هدولة لدعون الهولوكوست وجدوا يا سيدي إنه أبنائهم وبناتهم من خلال إلا هو الأثر إلا السابطة والمحرقة لما إلا نجي من المحرقة شاف إنه أقرباء ونحرقوا كذا فإلا نجوا صار عندهم آلام وكأنها ندوب وجروح نفسية هذه أدت لإيش؟ وجدوا إنه أولادهم انتقل لهم عملية تفير سيباريشن وأفويد انتمسي أو أوفر أتشيب إنه انتقل للأبناء عملية لهي الخوف إنهم ينفصلوا عن أقرباءهم زي ما أبوه نفصل عن أقرباءه إذن أنا خايف الطفل إنه ينفصل عن قريبه أو يموت أو كذا ويعانوا من مشاكل إنه بدوش يتواصل مع حدا وبدوش يعمل علاقات مع حدا وهذه طبعا استفادوا منها الدراسة في إنهم يطلعوا دعاية لهم اليهود إنهما انظلموا إنهما يتعرضوا للمحرقة والمحرقة هذي خلت نفسياتهم نفسيات ولادهم سيئة وحتى في دراسة أخرى مش مذكورة حديثة مش مذكورة هنا مش مكتوبة إنهم ادعوا إنه إلا على الحدود اليهود إلا على الحدود بمثلوا في العرب وبقتلوهم وبهرقوهم وبحبسوهم فهم ادعوا لما انفضحوا عالميا إنه هذا الشيء بسبب ما أنتم اللي عملوا فينا الألمان في المحرقة إحنا بنمثله وبنعيده نفسه وبنكرره وإحنا معذورين في ذلك لأنه إحنا زي من عمل فينا بنعمل في الناس اللي تعلمنا من خبرتنا في الحياة بدهم يعني يبرروا يعملوا ليش هما اغتصبوا عرضينا وليش هما بيخطروا أبنائنا وليش هما بيحبسوا أبنائنا وليش بيمثلوا فيهم وبيخطروا الأطفال فاستغلوا هذه الدراسة علشان خاطئة يروجوا لنفسهم سياسيا وإنهم ناس مظلومين كمان وجدوا في الأطفال اللي أهليهم اتعرضوا للمحرقة ونجوا منها اللي هي كارسة الإبادة المحرقة اللي هي كانت عملية إبادة لليهود قد يتعرضوا المحرقة بعانوا من كوابيس يولادهم حكا له أبو شف أبو كيف فصاروا يعانوا من كوابيس متعلقة بما حدث في المحرقة في المحرقة في مشاكل في مشاكل في التركيز عندهم الأطفال هدول في أجريشن أند سايكو سوماتيك ديس أوردرز اللي هي الأعراض النفس جسدية أو سايكو سوماتيك ديس أوردر اللي هي أمراض جسدية تظهر جسدياً ولكن أصلها وسببها نفسي وضربنا لكم أمسرة سابقة في محاضرات سابقة واحد بعاني عنده مشكلة نفسية وضغط نفسي مثلاً طالب للدراسة بصير يشكي من صداع شديد ويتناول علاجات ولكن هي بمجرد زوال الضغط النفسي مثلاً فترة الامتحانات برجع الطالب لأنه بيختفي الصداع هذا إذن السبب هو كان نفسي الصداع مش سبب عضوي وهنا الأمثلة هذي من تهش ركزوا معايا بنضرب أمثلة على إيش على الانتر جنريشنال سكندري ووندينج يعني اللي هو المريض نفسه بيت اس دي برايمري ووندينج صار له اللي هو عملية هو اللي يعني حدث له الحدث والمرض بسبب حدث معين السكندري ووندينج هما الناس اللي هما أبناؤه وبناته والجماعة اللي حواليه Frequently children of victims wish to empathize with and understand their parents but the parents remain emotionally closed يعني إيش كمان وجدوا أن الأطفال نفسهم يعني يكون التواصل بينهم وبين أبائهم اللي هما أساساً كانوا معرضين لكارثة المحرقة والإبادة ومتأثرين وتظهر عليهم أعراض البيدي اس دي نفسهم يعني يكون بينهم تواصل أكتر ويفهموا أبوهم ليش بعمل هيك أبائهم وليش بتصرف هذا الشكل ولكن للأسف بواجهوا أنه عاطفياً مش متفاعل الأب ولا يعبر ولا يصرح ومسكر على الموضوع فمش عارفين يتواصلوا فيه جاب هنا فيه وصارت فيهم الأطفال الأطفال يمكنهم ثم يتواصلوا السمتومات بطريقة 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 أي بعض الأطفال يمكن أن يتواصلوا إلى المنزل المنزل يتواصلوا من المنزل بطريقة 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 وهذه الجملة مهمة نحط تحت خط يعني لو أجارك سؤال في الامتحان وكان العنوان أنه هل بصير انتر جنريشنال سكندري ووندنج يعني هل ينتقل الأعراض إلى الأطفال والأبناء ضربنا لكم أمثلة وهذه هي الإجابة أنه الأعراض تنتقل تنتقل للأطفال تتعقد الأمور أكثر وبصير أي مشاكل باختصار أي مشاكل عند الأباء تنتقل طبعا الأفراد الأسرة وخاصة للأطفال The Being Unable يعني النقطة هذه اللي هي وكمان بصير بتتعقد الأمور أكثر وبصير إحباط في الأسرة ككل ليش لأنها عاجزة عن مساعدة هذا الإنسان اللي اتعرض له حدث صادم وصار ضحية يعني هنا باختصار عارفين المثل اللي بحكي من شابه أباه ما ظلم من شابه أباه ما ظلم إنه الطفل تخيلوا عايش الطفل وأطفال عايشين عند أبوه دائما صامت دائما منعزل دائما منطاوي ما بتفعلش ما بعيشش معهم مناسباتهم دائما مكتائب دائما عنده وطبيعة الحالة إنه مكتير هاي بعد شوية مع النمو مع الزمن يزير الطفل هذا باخد صفات أبوه يعني فبنطبغي المثل اللي بحكي من شابه أباه ما ظلم للأطفال عبر اللي هو السلالة والأجيال الصفات اللي أخدها الأبوه متبعها إذا لم يتبع لذلك عرفته أهمية علاج مريض البيت أس دي لأنه مش بسوها يتضرر كمان كل الأسرة حاوله ستتضرر نشوف نقطة سيكشوال سيكشوال دي سسيسفاكشن لهي يعني عدم الرضا وعدم الشعور بالاشباع الجنسي مني سيمتومز كومون تو بيتي أس دي انترفير مريض البوست تروماتيك سترسلس أوردر أو طراب ما بعد الصدمة بتكون من الأعراض الشائعة عنده اللي هي عدم الشعور بالرضا الجنسي تجاه الزوجة وبكون يعني لأنه طبيعي فكر مشغول ومعندوش تركيز والأعراض اللي حكناها سابقاً ودائماً بيسترجع في الحدث والحاجة هذه بدها مزاج عالي فبكونش منخرط تماماً في العلاقة الجنسية مع الزوجة ولا يستطيع أن يتمتع بالصحة الجنسية والعلاقة الجنسية بين الزوجين اللي شراها رب العالمين لأنه بتكون عنده طبعاً المريض بتكون متولد عنده مثلاً صعوبة في الثقة في الآخرين من أثر الصدمة عنده شعور بالذنب عنده اكتئاب عنده اللي هي الاموشنال نامبنس حكينا عنها سابقاً في المحاضرات أنه عنده زي نوع من اللي هو خمول وجمود وتخدر في العواطف ما بيتفعلش في العواطف فهذا بأثر كله على العملية الجنسية بين الزوجين وكمان بكون عنده اللي هو الاموشنال سيرفايفل أنه يعني كل عواطف مركزة خايفوا من الحدث أنه يرجع ويتكرر زي ما درستكو فهو عواطف كلها متمركزة حاول أنه أنا في خطر أنا لو أنفد من اللي بده يجراني يارب ما يتكرر الحدث كون كمان شعور بالإشمئزاز ممكن أن يكون متعاطي للمخدرات دائماً غضان وهنا الجملة الأخيرة التحدي التحدي إز إيفن كريتر وين إنا بروباريات سيشواليتي واز بارت أوف تروماتيك إكسبرينس وهنا التحدي الأكبر إنه لما بتصين المشكلة عويصة وأكثر صعوبة متى؟ عندما تكون الحدث الصادم أصلاً إله هو مثلاً اعتداء جنسي ريب مثلاً اغتصاب أو فتاة مثلاً عند عملين لها Female Circumcision اللي هي بعمله نوع من الطهور للفتيات فعمل لها صدمة فصالت كيف هذه بداية تشعر هي بالمشاركة الجنسية مع الزوج وهي هذه عملية مؤلمة إلها مش أكثر الزوج لو كان فيه يعني كان معرض هو مثلاً الصدمة جياله وإنه من سنوات صار عملية تعدي عليه أو اعتداء فطبعاً بتكون هذا لو كانت مشكلته أساساً الحدث بتاعه جنسي بتكون المشكلة عويصة ومؤلمة وتجربته مؤلمة وتكون الأراض أخطر لدرجة ممكن يصل المريض لا إمبوتنس اللي هي العجز الجنسي أو العنى يعني يا جماعة الزواج بشكل عام هو عبارة عن مودة ورحمة وتواصل وتوائم وانسجام فإذا كان عند المريض اللي هو وفاقد كل المشاعر وكل اللي بشعر في الجلد والشغلات هذه كيف بدأ تكون حياة زوجية هذا طبعاً يؤدي إلى التفكك في الأسرة ويمكن يؤدي إلى الطلاق ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم يعني بنية الزواج على المودة والرحمة إذا كان المريض بيت أسدفاق دي المودة والرحمة فما هو مصير بيته وأولاده وزوجته يعني قد يقول ذلك إلى الضمار بتهيأ لي هيك وضحة لكم الشريحة هذه هنا مثال على سيكشول ديس ستسفاكشن اللي هي عدم الإشباع الجنسي وعدم الرضا مثل قد لا يمكن خلال الحاجة من خلال الحاجة الماضية الذي يمكنهم خلال الحاجة ثم يمكن خلال الحاجات ثم يمكن أن يمتلك سيدة خلال التشفير ثم يتمكن قد نزولهم ويمكنهم على الحاجة طالب 10 years they are more likely to experience sexual dysfunction and report that they don't like being a woman يعني هنا بضرب مثل هنا على الأجانب مش علينا ولا ياذب الله مش عند العرب لأنه هدول الناس اللهم خاصة الإناث المعرضات لصدمة وعندهم أعراض البيتي أس دي بشعروش بالرضا فبسيروا هما بدهم يعوضوا هذا الإشي بأنهم يدوروا على علاقات خارجية خارج الحياة الزوجية وممكن أو ممكن مش متزوجة وبالدور على علاقات وصدقات وكده وهذا ممكن أن تسير يسبب حمل في فترة مبكرة في مرحلة المراقة they are more likely to experience sexual dysfunction وهدول الناس بيشعروا أن العملية الجنسية فيها بتكون عندهم صعوبات ومشاكل ويمكن ألام and report that they don't like being women حتى هي رافضة أنه ياريتني ما كنت ست أنا من الأساس أحسن لي وهدول الستات المعرضات أصلا لا صدمة وحدث صادم بيكون عندهم ازدواجية في المنظور للجنس they often find sex a very safe and wish to avoid it حتى بصيروا يكرهوا لهي العملية الجنسية ويتمنوا أنهم ما يبدهمش كل هالعملية اللي بتسبب لهم على مسترجاع للحدث الصادم at other times they need and seek close closeness so they might flip flow between avoidance and excessive sexuality بسبب عدم وصولهم إلى الأرغازم أو راشد المتعة والمتعة الجنسية بصيروا هم يعني متحيرين بين حاجتين إنهم مش يعملوا excessive sex يعني يضلهم يحاولوا يبحثوا عنها من خلال علاقات كثيرة ومتعددة ولا إنهم يعملوا عملية اللي هي الافويدانس يتجنبوها خالص ما بدهمش العملية الجنسية فكل هذا سببوا اللي هي الصدمة partner's might interpret the flashbacks or the wish to avoid sex as rejection هنا المشكلة الحقيقية تكمن إنه إذا كانت هذه الزوجة هي المصدومة أو زوجها بفسر إنه هي عمال كل ما هو بحاول يتودد إليها إنه بتعمل flashback للحدث وبتظهر عليه أعراض التواتي العنجزايتي والشغلات هذه اللي هي الأعراضي اللي درسناها مع بعض هو بفسرها وإنه هادي عملية ترفض إله فلما يفسر رفض إله وبدو يصير طبعا بينهم جاب وبدو يصير بينهم مشاكل وبدو يصير ليش رفضها لي وليش تعمل هيك وليش كل ما أنا حاولت أتودد إليها هي بتتوتر وبتصير بتضرب وبتنفر مني وبتشمئز مني فهذا بعمل نوع من المشاكل العويصة بين الزوجين طبعا الشق الآخر اللي هي بتعمل الزوجة avoidance نفس الشيء يفسر إنه كل ما الزوج تودد إليها بتنفر وبتتوتر وبصير عندها anxiety أو depression أو كذا فهو بصير يشعر إنه ليش رفضها لي ليش هي كل ما كلمها بتبتعد عني وهذا يعني سبب رئيس في الطلاق في المحاكم إنه حالة PTSD وبيجي الزوج بيقول ما أنا أخترب منها وبتودد إليها وإيش ما بدأ بعملها لكن حق الشرعي مش طايله منها لذلك هي في أبصر إيش في بالها وبدأ يظن فيها أو يتهمها وبتصير مشاكل عويصة ولا يا ذو بالله بالله اللهم معافينا يا رب Will time heal the wounds يعني هل الزمن كفيل بشفاء مريض البيت أس دي وزوال الأعراض وزوال ما يعاني منه حنشوف مع بعض Perhaps some people seem to recover without a treatment Within a few months يعني مش كل مريض بيتي أس دي خلص لازم كل لهيتهم ناخدهم على الأمراض النفسية أو لمرشدين أو كذا لا في منهم إنه ممكن إنه يشفى لوحده خلال أشهر طيب كيف بشفى بشفى إنه كان مش متقبل الحدث أصلا ومنكر الحدث في عنده denyel صار يتقبل الحدث طيب يعني واحد أجته صدنا مثلا من وفاة ابنه مش متقبل أشهر بعد أشهر يتقبل آمن بالله خلص صار يعني متقبل إنه ابنه توفى تاني إشي إلا هو defense mechanism عنده اتطورت coping mechanism يعني اتطورت عنده وسائل الدفاع عن ذاته وصارت أفضل وتعمل بشكل أفضل توجه إلى الدين وصار يصلي وهذا وفجأة ننزل عليه الإيمان الزايد واتطوروا شي فيه هذا البعض some people seem to recover without a treatment within a few months for others however work hard and forget does not necessarily necessarily work يعني مش دائم فيه بالبعض الآخر ما بتحسنش بتظلم لازمها الأعراض لازم إنه معالج يتعمل معاية التجهيلة معالج أو التجهيلة الأخصائيين للألاج اللهم زي حضراتكم often effect can be prolonged and may worsen without a treatment أيوة يعني بعض المرضى إذا كان ما توجهش للمعالجين والمرشدين والناس الأخصائيين لازي حضراتكم طبعا ممكن تضحور حالته بشكل كبير The good news is that research has taught us much about PTSD including many strategies that help people to heal recover and grow يعني الوجه المشرق في الموضوع والصار إنه يعني تم إجراء الأبحاث الكثيرة عبر الزمن والأبحاث خرجت بنتائج إنه الضراب ما بعد الصدمة ممكن علاجه وتم وضع استراتيجيات وآليات إنه إحنا نساعد الناس على الشفاء ونأخذ بيدهم من الظلام إلى النور ومن الحزن إلى الفرح والتعايش وإنه يصير لهم يتعايشوا ويستمروا في حياتهم بسلام ويكملوا حياتهم بشكل سوي وبشكل جيد دخلنا في تشابتر ثري وفي هذا التشابتر هاوضح لكم برينسيبولز برينسيبولز وهي بعض الأسس والمبادئ المتعلقة بشفاء المريض وتعافيه تعافيه من المرض وهنشوف مع بعض إش يعني تعافيه حياتهم حياتهم تصوير حياتهم 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 تخموش الهيلينج يعني الفرق بالعربي بين انه الشفاء والتعافي هنشوف الفرق بينه بس أنا رخصلكوا اياه كده عشان ما اتتهوش من خلال المحاضرة في الكلام الهيلينج يعني عملية اللي هي الهيلينج الشفاء من المرض إنه المريض يرجع متكامل زي مكان ومش شاعر إنه زليل أو مكسور أو شاعر بالزنب أو شاعر المشاعر اللي عنده هذي المستولي عليه من الحدث الصادم إنه يطلع منها يتجوزها ويعديها ويرجع إنه هو عبارة عن شخص كأنه راح منه جزء إيش الجزء اللي راح منه راح إنه مشاعره صار نمدس وفيرينج إنه بطل يحس مش حس في أسرته مثلا فلما يروح هذا الشعور منه بنسميه هيلينج طيب إيش الريكافوري الريكافوري means return to your formal state of functioning إذن الريكافوري هو عودته للقيام بإيش؟ بمسؤولياته وواجباته وشغله وعمله وزي ما كان ما قبل الصدمة لاحظتوا الفرق بينهم بسيط هذه متعلقة بإنه المشاعر اللي مستولي عليه بدأ يتخلص منها الهيلينج ويتقبلها ومش موجودة عنده صارت بينما الريكافوري الشفاء إنه يرجع لوظائفه اللي هيرتيرن to your formal state of functioning إنه أنت ستتقوم بوظيفتك كرب أسرة عندك مسؤوليات عندك واجبات بتأديها سرت أنت هيك في ريكافوري وإنتوا طبعا عارفين الدعاء إلا دايما ابن داي اللهم عافنا مما ابتريتنا به الإبتلاء طبعا المخصود فيه ربنا بابتريك عشان يختبرك مش بابتريك بضرك لا إنما أراد إنه اختبارك ربنا فإنت بتحكي اللهم عافنا مما ابتريتنا به هذه هي الريكافوري إنه الإنسان يرجع لخيام وظيفته وعمله ويؤدي المسؤوليات المطلوبة منه الواجبات لا ترأي واضحة كده إن شاء الله تكون واضحة نشوف Healing means to make whole The word in fact derives from the same root as health and whole We will use this word to refer to the process of becoming whole again أيوة يعني يرجع كامل ويرجع زي مكان أول بالنسبة تخلص من شعوره والحاجات هذه The recovery means return to your formal state of functioning متعلقة بقيام وواجباته إنه إش الفايدة زراحت منه المشاعر يعني صار Profeeling لكن ضلوا زي ما هو في البيت بدوش يشتغل بدوش يعمل بدوش يشارك فما صارش هنا Recovery Although we are never the same following any new experience We can again feel strong hold and functioning ready to move beyond the suffering and turn The negative experience of PTSD into growth طبيعة الحال إنه إحنا دائما لما نتعرض لصدمة وإي إنسان يتعرض لصدمة من الصعب يرجع زي ما كان بالظبط ولكن الناس ممكن يرجعوا أقوياء ويرجعوا شبيه بمكان لأنه الخبرة الصادمة زي ما حكيت لكم في المحاضرة الأولى أو الثانية إنه مش كل خبرة صادمة إشي سيء مش كل حدث صادم هو شيء سيء في حياتنا بالعكس ممكن يكون إنه شيء إيجابي كيف بإمتى بيصير إيجابي إنه لما أهنا نحول negative experience of PTSD into growth إنه نستخدم الخبرة تاعت اللي تعرضنا لها من الصدمة في شيء إيجابي في الحضر في المرات التالية في الانتباه في تحسين أسلوبنا في التعامل وزي ما حكوا في المثل لكل جوال كبوة والحصان الأصيل عندما يتعثر ينهض من جديد ويكون أقوى العثرة أدة قوة والسقوط أدار قوة ودفعه إنه يحسن أسلوبه في الجري وشق طريقه في الحياة هذا هو معنى هذه الفقرة When you recover you will notice that your symptoms will be fewer less severe and less troubling when they occur لما الإنسان يستفيد من خبراته ويستفيد من تجاربه ويستفيد من الصدمات في حياة ويتجاوزها ويحول الشيء السلبي إلى إيجابي بأنه في المرات القادمة يكون أكثر حضرا أو يتخذ وسائل أوضح هذا مؤكد إنه هتقل الأعراض شدتها عليه في الصدمات التالية وهيكون أقل إثارة للمشاكل وهيكون أقل إنعكاس ضرر نفسي عليه وعلى من حوله طلابي الأعزاء أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة ونواصل شرح اللي Principles of Healing Recovery في المحاضرة التالية أشكركم للمتابعة والاستماع وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر